بعد ما سنة وحدة تجمع له فلوسه بقاصة وطلع المبلغ 96 مليون واشترت له سيارة أحلامه انفصال مصطفى عن زوجته توقى الخفاجي هذا الخبر ضج مواقع التواصل الاجتماعي ومار التنزل لو ما شوف الدنيا مقلوبة وحتى بالكنتور ما لت لطلعت لصورتهم فلذلك قررت أنزل وأقول لكم شن السالفة بعد ما شوف الاستوريات مالتهم والحب والمقاطع والحياة اللي تقول ذولا مستحيلين ونفصلون بيوم وليلة ثمين هم صعدة ووصل حزاب ملايين طق صارت بيناتهم مشكلة ونفصلة هي تقول باقي بفلوسي والبيت والأملاك وشردني وهو يقول أنا أجيبي الفلوس وذن فلوسي بالأصل وكل هنكلاوات شن اللي صار وليش صارت بينات ومعركات خل نسمع البث إشقال التقى وبعدين نسمع رد مصطفى إشقال عليها دائما أنا معظمته أقول هو سندي من بعد أبوي اللي داي كتبونه مقلب يا ريت مقلب أتمنى أتمنى هذا حلم أنا نايمة وأبعد ولقى نفسي ببيتي أتمنى بيتي اللي غيره والقفل مالتي طبعت جهت سريدت أفتح المفتاح الشوقة مالتي قلت دخيلك يا علي قلت دخيلك يا علي أريد المفتاح يفتح مهد وفتح الشوقة مالتي ما تشذب كنتي لحد ومسويت لبراند ورحت اتفقت ويت تجار عليه ايش اتفقت ويت تجار عليه غير البراند مالتي غير أنت تكيف لها وتوقفوا يها قلت دخيلك يا علي هل أنت توقفوا يها لا امو هي الناس تدري يعني شو نتفقت لا هو بعد براند باسمه شوفوا احنا دا نحكي على مشاعر ودا نحكي على اشياء تخص البيت وهو قاعد يحكي لبلي فلوس والتجار الله يحدك الله يصل حقي نونة لا اني هذا مشقر من يقول منكر ونكر لا هذا مشقر وعيبه يتياحكي دعني الناس تعرفوا ما هذا مصطفى الآن كنت هو كل شيء بحياتي وأنا حتى من في التحت البث مدى عن طبيق إن شاء الله سوف أسوي الأشياء جديدة وغرفة جديدة وأهلي ونستقر آني وياهم والله يعني يا الله يطلعا في الأبوي وأمي سود عليهم فقرة فقرة والله فقرة لا طماعين بي لا فجام أخذوا مني فلس أحمر والله العظيم يا ريت لو مسجلة فتشقة باسم أمي شقة باسم أبوه على أقل بر الوالدين باسم بتي أنا سمعتهم من كل شيء كافي العدوكي من يرجع لي حقي لا دفبت هذا الشيء ايه تعال ونطعانوا إياك ونحكوا نقول يابا مصطفى قدهة ورجع لي كل شيء وهو كان فترة عصبية وأنا عصبية ورجع لي كل أملاكي هو قدهة وقدود وحتى رجعنا لحياتنا وشكوا بيها إذا هذا كله تشذب حتى أثبت هذا حتى أثبت أنه ما حتى يخرب سمعتك انته رجال لماذا يخرب سمعتك تعال واثبت عكس الأشياء اللي نقالت قدام أمة محمد سويناه بتركيا يعني المبلغ الصافي مبلغ بسيط يعني رقم هما راح أطلعه أوكي راح أطلع لكم بس الرقم تمام هذه فاتورة رقم بها تاريخ مثلا 18-2023 تمام هذه شركة الوصير الحمد لله اسمي نجمع العلم راح تعرفون كل شيء بس شوية حبة حبة تمام السيارة أنا لأجيبها الفلوس أنا أجيبها تروح غيرها أجيب أغاثها تندعن فجوة السيارة منك الشارع ما أعتقد السيارة شيء مهم بالحياة تدرون يعني إحنا باشر عقب العراق راح يصير بي مترو ومكان قريب وهاي فساني عندي سيارتين ها هسا كسيارة دا أخكر أنه أجيبها إن شاء الله الناس اللي تحكم علي قبل لتعرفني يعني أنا حب أقولهم أنتو غلطانين أنتو مفاهمين مصطفى شنو معارخين مصطفى شنو بالأيام راح أثبت لكم مصطفى شنو عملي موجود طبوا على الحساب شوفوا الهايلايت أنا ثبتت شغلي وعمالي وكل شي موجود على المكشوف أنا أنا قلت لكم كتاب مفتوح شنو تحبون تعرفون بعد أكثر عني أنا حاضر يعني بالنسبة لي الشقة اللي هنا كلكم تعرفون إيجار اللي ما يعرف هسه صار يعرف هاي الشقة اللي ببوابت العراق إيجار إيجار وإحنا مو غسيلة أموال إحنا اشتريناها قعدنا بيها إيجار دا أدفع إيجارها تمام بفلوسي اللي إنتوا دا تحكون فلوس وحرام أكو شخص وصل لكم نظرية غلط عني افهموا ها آآ على العموم هو يعني راح يخلص يعني كل شهر لازم تدفع الإيجار وطول ما أنتوا موجودين ويايا طول ما أنتوا بتابعيني راح تشوفون أنه أنا هسه حاليا بالمناسبة اللي صار أنا ماردحتي بي بس حرفيا حرفيا الحقوق راحت يعني الحقوق اللي إليه وإلها راحت بسبب تدخل أهلها تمام ما راح أحكي بعد أكثر من الموضوع المشاكل اللي سوتها عرضتني الخسارة في دوله مو مهم لأن أنا بالتالي أشتري راحة بالي أشتري نفسي أشتري كرامتي الفلوس مو مهمة مو كل شي الفلوس أنا هسه أتبابي الشقة وأروح أقعد ببيتي القديم مرتاح شفت عليها كل الخير الحمد لله وشكر يقول لك هي السيارة السيارة قرفة والبيت عتبة ماذا هاي عتبة الشقة هاي شو مو تمام علي فالبيت عتبة والسيارة قرفة والمرة قصة فأتمنى من الناس هاي الأشياء عرفوها وبالنسبة لي يحكون انت سند سند ايه؟ آني بعدني سند انت رجال وانت مرجال مو انت بني مراهقة تحكين تقولي لي انت رجال ومرجال فأكون مجتمع وأكون عرف وأكون رجال أفعال مو بحكي أنا سطالة أحكي مو أبرر ولا أدافع عن نفسي تمام؟ بس أكشارة كلش حلوة يستح تستحضرني راه تكتشون هاي مواهب عندي اه تشنت كابتها ووضامها اسمعوني بس هاي ما زش يسمونها راح أقول لكم شو أسنعيها انا كلش يحب نفسي ووانس نفسي ودلع نفسي ودلع الناس الحوالية بس سر حقلكم عنها ذلك هاي هاي يقول لك أم الولي تشمر بالإذراع أم الولي يعني أم الولي تشمر بالإذراع يعني شلون أم الولي تشمر بالإذراع سأقول لكم عنها كاملة وأرجع بمنات Gear أم الولي تشمر بالإذراع مثل السفينة الشاي له wrists